هو مستثمر أراد تجسيد مشروع سياحي ببلد تزريب الوادي ببسكرا التي تبتقد لمثل هكذا مشاريع ويعاني شبابها غياب مرافقي الترفيهية كان ذلك سنة 2008 لكن عشار النخيلة وغيرها أثمرت غير أن المشروع لم يثمر بعد بسبب عراقيل إدارية بعضها تجاوز الخطوط الحمراء عنا عراقيل رخصة البيناء من 2014 ما بوش يعودوه هنا قال لما نشعر فين الأسباب البانكة قدمنا البانكة في 2014 تدرنا الدوسي والأخر كل حقنا الرسميات قالوا لنا ريجل رواحكم ما قلناش فاشا ريجل رواحنا قلنا لنا حليلية وحجاج الترفض الدوسي ورجع من البانكة أرانا نعانو هذه هي الأشجار وأتت أكلها في الوقت الذي ينتظر شباب المنطقة المشروع الحلم أقرب مسبح لنا يتجاوز 80 كيلو متر الذي هو في مقر الولاية بالضبط ولهذا ننشد السلطات المعنية أنها تقوم بعملية تسهيلات لأصحاب المشاريع التي تتكون في تجسيد مسابح أو متنزهات سياحية هنا نطالب سلطات تهللنا في هذا المشروع باللي احنا سمعين باللي عنده مدة وهو كين بسرح ما قاعدين كل مرة يقول لك أو كين أو كين وما كان والو لتبقى أثار المشروع تنتظر تجسيد عقود أبرمت من قبل هيئات مختصة أوقفتها نظيرتها المكلفة بتسير المهمة